دخلت امرأة على الرشيد من آل برمك وعنده مجموعة من الناس فبادرته بالقول يا أمير المؤمنين أقر الله عينك لما آتاك وأتم سعدك لقد حكمتها فقصت فسألها من تكونين فأجابته أنها من آل برمك الذين قمت بقتل رجالها وأخذت أموالها وسلفت نوالها فانتبه لما قالت المرأة وقال لها أما الرجال الذين تذكرينهم فقد نفذ فيهم أمر الله عز وجل وأما الأموال التي تسألين عنها فهي سترد إليك ثم التفت إلى أصحابه وحاشيته فسألهم هل أدركتم ما قالت هذه المرأة فقالوا ما قالت إلا الخير فردت عليهم الرشيد ما أظنكم فهمتم ما قصدته فأما قولها أقر الله عينك أي أسكنهم الله عن الحركة وإذا ما سكنت عين الإنسان فإنه يصاب بالعمى وأما قولها فرحك الله بما آتاك فقد أخذته من قول الله عز وجل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته وأما قولها أتم الله سعدك فقد أخذته من قول الشاعر إذا تم شيئا بدى نكسه ترقب زوالا إذا قيلة وأما قولها لقد حكمت فقصدت أخذته من قول الله عز وجل وأما القاصدون فكانوا لجهنم حضبا فما كان من أصحاب الرشيد والحاشية إلا التعجب والاندهاش من مدى بلاغت هذه المرأة وسعة العلم عندها